اشتركوا في القناة استعدادا لمباراة أم صرار القطري في بطولة الوحدة الودية نقلا عن قورة بلاس مسؤول الزمالك قدموا عرضا للنادي المصري لضم اللاعب كريم العراقي لرغبته في انتقاله خلال الفترة الحالية وبمقابل مالي بجانب انتقال بعض اللاعبين للفريق البورسعيدي على سبيل الإعارة مصدر بالزمالك مسؤول الزمالك قرروا إرسال خطاب رسمي اليوم إلى مسؤول اختلاع الجيش من أجل معرفتهم شروطهما المالية للاستغناء عن اللاعب محمد شحاتة مصدر بالزمالك الزمالك حصل على توقيع مهاب ياسر لعب خط وسط نادي الدخلية على أن يتم الانتهاء من المفاوضات بين الناديين بشأن الأمور المالية وحتى هذه اللحظة لم تنتهي الصفقة بشأن الاتفاق بين الناديين ولكن الزمالك حصل على توقيع اللاعب كخطوة مبدئية يواجه الزمالك نظيره أم صلال القطر يوم الأربعة المقبل الثاعة الثانية والنصف عصرا بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأبيض السابق من أجل حسم المركز الثالث اختتم المنتخب الأول تدريبه أمس استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر اليوم يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر اليوم الاثنين اثنين وعشرين يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة أحمد ديودار سيف فرق جعفر لاعب نادي برمز سيعود لصفوف الزمالك في الشتاء الجاري وذلك بعد التوصل لاتفاق إلى الفترة الماضية وأضاف صلاح محسن أصبح خارج النادي الأهلي خلال فترة المقبلة حسام المندوه أمين السندوق بنادي الزمالك أزمة إيقاف القيد تعود للقضايا منذ تسعة سنوات ماضية قيمة ما تم سداده لحل أزمة القيد تخطى حاجز اثنين ونص مليون دولار وهذا الأمر ليس سهلا وأرضف الكثير من الانتقادات وجهت للمجلس الحالي خلال الفترة الماضية بعدم الكدرة على حل أزمة إيقاف القيد ولكن كان هناك تحدي خاص لنا بحل الأزمة دون الانتظار حتى نهاية الموسم وتابع لم يكن هناك نية لعدم فك القيد وقيل لنا أننا تحدثنا قبل الانتقادات أننا نعلم كل الأزمات داخل الزمالك نعم نعلم ولكن علاجها لا يكون لحظي ولا يوجد شيء وعدنا به الجماهير وأعضاء النادي ولم نفعلها خلال التسعين يوم الماضية وأضاف المجلس يرى أنه لا بد أن لا ينشغل ببعض الشائعات المثارة حوله والانتقادات وهذه سياستنا نحن فريق كوموندوس كل فرد منه معه ملف يعمل عليه وشدد الملفات في النادي لم تنتهي بعد ولم نصل بالزمالك للوضع الذي نربف فيه وأكمل أوجه لكل اللاعبين والأجهزة الفنية الشكر لأنهم صبروا كثيرا وأثبتوا انتماءهم الحقيقي للزمالك وما حدث بيننا وبينهم شرحنا ظروفنا المالية وهناك اتفاق بيننا وبينهم للسداد وملتزمين به وأتم إن شاء الله قريب سيكون في نتيجة في فرع النادي الجديد بستة أكتوبر والذي يشرف عليه المهندس هشام نصر كل شيء بأوانه واستعينوا على قضاء حواجأكم بالكتمان والأستاذ هاني شكري متولي الملف الإعلامي وقريبا سيتم الإعلان عن تطور وأشكر كل الناس في الزمالك ومجلس الإدارة الذي يعمل بضمير لإنجاح المشروع المندوه المجلس الحالي لم يخلف وعده ليمهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية خلال فترة التسعين يوم التي تولى فيها المجلس الحالي المسئولية وأشار فعلنا الكثير خلال فترة الماضية منها رحيل أسوريو الذي تعاملنا معه بطريقة لا تسبب أزمة وحصل على 250 ألف دولار ونجحنا في حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك وسداد مديونيات بعض الجهات الحكومية وكذلك حل أزمة إيقاف القيد والتجديد لأحمد فتوح ودفع مرتبات العاملين والموظفين بالنادي والكثير من الملفات الأخرى والتي سيتم الكشف عنها تباعا واختتب عودة الثقة والتعامل بين الزمالك والكثير من المؤسسات الأخرى من مكاسب رفع إيقاف القيد حسام المندوه أنا أرى أن خسارة الزمالك أمام الوحدة أن هناك أزمة وسببها إيقاف القيد وتابع لا أريد أن أختزل فكرة فقط القيد في الأزمة نفسها ولكن نحن نعيد الزمالك لوضعه الطبيعي وتعيد الثقة بينك وبين الآخرين والآن صحح المصار المرحلة القادمة نريد أن يعود الزمالك لوضعه ونتعاقد مع مدرب وصفقات جديدة ومجلس الإدارة يركز حاليا في هذا الملف ميدو روي فيتوريا قام بمخاطرة كبيرة باللاعب بمحمد صلاح في مباراة غانا واللاعب يشعر بأنه لديه إصابة خفيفة قبل المباراة وأضف إذا حافظ روي فيتوريا على محمد صلاح في مباراة غانا لكان تواجد معنا في المبارتين المقبلتين في بطولة كأس إفريقيا وتابع المدرب عليه أن ينظر لتقرير الطبيب قبل الدفع باللاعب في المباراة وأن لا يستمع لللاعب إذا أن اللاعب دائما يكون عاطفيا خصوصا في شخصية محمد صلاح الذي يعلم أن الجماهير تعقد عليه الأمال وأتم لا يصح التجهيز لتحميل محمد صلاح مسؤولية الخروج المبكر من بطولة كأس إفريقيا ميدو محمد صلاح مثل أعلى ليس لأنه يلعب في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية وأضاف محمد صلاح مثال الكفاح ونموذج حتى لغير الرياضيين نموذج في كيفية أن تحلم وأن تصدق حلمك وأن تقف بعد التعثر وأتم لا أريد المبالغة إلا أن رحلة محمد صلاح يجب أن يتم تدريسها في المناهج الدراسية خصوصا في السن الابتدائي ميدو عبر تطبيق X أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه وأن لا يترك الفريق في وسط المشوار وزاد أنت كابتن المتخب لا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحى الكلوب يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير أنك ترف الطلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المتخب حتى آخر يمله في البطولة كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن موقف يوسف أوباما من المشاركة مع الفريق أمام أم صلاح القطر وأشار إلى أن أوباما سيكون جاهزا للمباراة المقبلة بصورة طبيعية ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق اليوم الأثنين أسامة نبيه عمر علاقتي ما تنتهي بنادي الزمالك أنا واحد من الناس اللي محققين ثلث بطولات الزمالك كلاعب ومدرب وأشار اللي عد جنب الصور بيقول أنا ابن النادي أمال إحنا نبقى إيه يوسف أسامة نبيه اتربى من خير نادي الزمالك واستطرد أنا ابن الزمالك وعلاقتي بالنادي مش هتنقطع الزمالك بيوحشنا دايما وعمرنا مبعدنا عن الزمالك لأنه دايما في قلوبنا أنا موجود في الزمالك وللسه ابقى موجود وللحديث بقية وأكد لو يوسف أسامة نبيه انتهى عقده مع البرامتز وجاله أي نادي تاني مع الزمالك هتقول الأولوية للزمالك وتطرد إحنا تعبنا وعملنا للنادي أسماء لعيبة تجيب ملايين زي حسام عبد المجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وحمدي علاء وسيد المار كل دول تبع مشروع اشتغلت فيه اسمه فريق الأمل وقتما كنا منتظرين نادي الزمالك أو صفة إدارية من الناس الموجودة في الزمالك وقت انتهاء يوسف أمابة مع الزمالك يوسف أسامة نبيه أنا لاعب محترف وما عنديش مشكلة بعد نهاية عقدي أنتقل إلى الزمالك أو الأهلي وتابع إحساس غريب أني ألعب ألاعب الزمالك مع البرامتز ولكن كان عندي حماس كبير للمباراة مش علشان أثبت حاجة لكن علشان بحب المباريات القوية وأتم الأهلي تفاوض معي قبل الانتقال إلى البرامتز والأولوية للزمالك لكن لو ما فيش زمالك وعقدي خلص مع البرامتز ممكن أروح الأهلي يوسف نبيه قرار رحيلي عن الزمالك أصعب قرار خدته في حياتي لأن الزمالك خير علي وعلى والدي فكان قرار صعب وأضاف فيه أكتر من سبب لرحيلي عن الزمالك ظروف النادي كانت صعبة جدا وما كانش فيه تقدير معناوي مش مدي واستطرد آه فيه جزء مدي والفوارق كانت كبيرة لكن مش ده اللي بصت عليه الفكرة ما كانش فيه تقدير معناوي أو حد يحسسك أننا عايزينك الأمور الإدارية كانت صعبة جدا والنتائج ما تنتش مساعدانا واستطرد في الأول والآخر قرار رحيل كان ليا مش أسرتي موضوع برامتز كان مفتوح من بدري والبيت كله كان أولويته الزمالك وأخذت قرار رحيل إلى برامتز لما حسيت النادي مش مقدرني معنويا القرار كان من أصعب القرارات على والدي أسامة نبيه لأن الزمالك خير علينا ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق ما يحدث غريب وعجيب ولست مع خروف صلاح من المعسكر في كل الأحوال خاصة أنه قائد وأشار القرار ليس بيد اللاعب ويكون هناك اتفاق بين النادي والمنتخب بسوي قوة الإصابة ولكن أتمنى بقاءه كنوع من الناحية المعنوية حتى لا يتأثر اللاعبين وشدد أثق في قدرات جميع اللاعبين في التأهل بكأس الأمم الإفريقية ووجود صلاح مهم في حالة اللاعبين المعنوية ولكن الجميع سيكون على قدر المسئولية وأتم على جميع اللاعبين إثبات جدارتهم في العبور بمنتخب مصر للدور الثاني وعليهما اللاعب بأسماءهم واسم بلدهم من أجل إسعاد الجماهير موهيب عبدالهادي الزمالك ينهي اتفاقه مع الداخلية لضم مهاب ياسر وأتم بمفاوضات قوية مع كريم العرائي لاعب المصري بدينا لصفقة هشام صلاح خالد رزق مراسل كان من المفترض الإعلان عن صفر محمد صراح اليوم بعد المباراة ولكن يورجين كلوب مدرر ليفربول الإنجليزي أعلن التصريح بعد مباراة أمس بالدور الإنجليزي وأضاف الجهاز الطبي للمنتخب المصري رأى أن الإمكانيات الطبية في كوديفوار لا تسمح والتأهيل الجيد لمحمد صلاح وأوضح الجهاز الطبي رأى بالاتفاق مع الجهاز الطبي في ليفربول أنه يسافر إنجلترا وأن التأهيل سوف يستغرق أسبوعين واختتم بالإشارة إلى أنه من المحتمل عودت محمد صلاح مرة أخرى في مباراة قبل النهائي أو النهائي في حالة التأهل حيث أن صلاح لديه الرغبة في تحقيق لقب إفريقي شريف سيف سفير مصر في كوديفوار هل هناك فرصة لعودة محمد صلاح لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد سفره إلى إنجلترا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة وأنا أتكلم بلسان الجمهور وليس لدي أي معلومة تابع وتابع الجالية المصرية ستساند المنتخب المصري حتى آخر صافرة في بطولة أمم إفريقيا ولاحظوا تركيز وعمل جاد من لاعب الفراعنة من أجل خطف تذكرة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا 2023 وأكمل المنتخب الوطني يملك عناثر جيدة وبإذن الله اللاعبون سيشرفون وسيقدمون مستوى مميز وسيساعد جماهير الشعب المصري بالصعود إلى الدور المقبل ووصل نتمنى أن المنتخب الوطني يفوز على كاب فردي ونتجنب الدخول في حسابات معقدة والجميع يدعم الفراعنة من أجل تحقيق علم الصعود للدور المقبل هاني حتحوت مصدر في اتحاد الكرة قال لنا أن تواصلنا مع ليفربول بيتم من اليوم الأول من إصابة محمد صلاح وأتم إجراء إشاعة جديدة لللاعب وإرسالها إلى ليفربول اللي طلب عودة صلاح للناني المصدر آل ليفربول شاف كده والاتحاد المصري وافق وأضاف محمد صلاح سوف يسافر إلى إنجلترا اليوم بعد مباراة كاب فردي عن طريق طائرة خاصة يرسلها ليفربول إلى صلاح في كوديفور وأعتقد أن اللي بيحصل هو خطوات تمهيدية أن محمد صلاح مش هيكمل معانا البطولة إلى نهايتها حتى لو صعد المنتخب للنهائي وأصبحنا منتخب من غير محمد صلاح والمفروض ننسى محمد صلاح ونبدأ نتكلم في الخيارات الأفضل للمنتخب عن بدل صلاح والخيارات والجمل الفنية التي سيعتمد عليها المنتخب وأكد أن ليفربول الإنجليزي هو الآمر الناهي في موقف محمد صلاح من الرحيل أو البقاء في معسكر منتخب مصر الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بينما اتحاد الكرة ليس له دور أو كلمة واختتم بالإشارة إلى أن الإصابات تعلن بعدد الأيام التي يغيبها اللاعب وليس بعدد المباريات وهو ما يعني أن هناك حالة من الغموض في إعلان إصابة محمد صلاح سيف زاهر محمد صلاح أخطأ اتحاد الكرة أخطأ التوقيت قد غلط كل ده هنجاوب عليه وأشار بعض أعضاء اتحاد الكرة بيقولك مش متابعين التوقيت ده التوقيت دلوقتي بحساب التوقيت خاطئ الناس في ليفربول تتعامل بدون عطقة هو اتحاد الكرة الموضوع مش سهل في مباحثات مع ليفربول من أول دقيقة أو كان فيه اتفاق يرجع بعده ماتش الرأس الأخضر وشدد اتحاد الكرة كان هيعلم بعده مباراة الرأس الأخضر لكن خلاص ليفربول أعلن أن صلاح راجع في ناس هتقطع هتقطع في صلاح وليفربول لكن بالنسبة لتوقيت الحديث في القصة دي غلط توقيت الحديث غلط سواء بالإيجاب أو بالسلب واستكمل القصة تأفلت وتتفتح بكرة وبعد وما يخص اتحاد الكرة المصري أرجو حضراتكم اتكم معانا شوية احنا بندعم أرجو حضراتكم التزموا الصمت أرجوكم التزموا الصمت ما تردش على الصحفيين في دلوقتي شغلانة تانية بتحصل وهي الدعم وزاد ربنا يشفي صلاح لكن في التوقيت اللي قاعد فيه دلوقتي أنا عندي الأهم من مشكلة صلاح وهو مباراة بكرة منتخب مصر حتى الآن ما وصلتش البطولة الأداء اللي أنا شفته حتى الآن منتخبنا مش موجود وأكد وحصل اتصال بيني وبين لعيب المنتخب وعارفين زعل الناس وعايزين يصالحوا الناس أنا جاي برسالة من لعيب المنتخب الوطني قالوا زعل الناس فوق دماغنا من فوق وأتم الترند إن أنا أهاجم وأخبط هي دي المصلحة حد قال لي لو سندت المنتخب هتخسر الناس واللي لو والله لو هبطل الشغلانة ما هعمل غير الصح إبراهيم في لا الصوت يعلو فوق صوت المنتخب الوطني ولقاء اليوم بين مصر وكافردي ومن حق الناس تزعل وتوضب بشأن خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب وأشار أحب أرجع لأصل الموضوع في هذه المسألة والأصل هنا بيقول الموضوع ده هل إحنا منتخب فردي لا إحنا منتخب جماعي وبكرة عندنا ماتش حاسم ومصيري لمشوار المنتخب في البطولة وأضاف كلنا وراء منتخب مصر ولازم أوصل رسالة للعيبي منتخب مصر أنت كل حاجة بالنسبة لنا المنتخب ضع عمره مكان بتاع حد أو لاعب بعينه ولازم بكرة تاكل الأخضر واليابس في المباراة وتابع كده كده صلاح مصاب ومش معانا ومنتخب مصر أكبر من أي حد عد عليه أسماك وأساطير كبيرة وإحنا عمرنا مجرينا وراء لعيب طول عمرنا بنجري وراء المنتخب والكرة الجماعية ووصل أنا متضايق أن الناس مش شايفة اللعيبة بتاعة المنتخب ومحدش بيتكلم عليهم قبل مباراة حاسمة وفاصلة وأكمل لو بنتكلم على التوقيت الخاص بإعلان خبر صلاح كان المفروض من الأول من تاني يوم الإصابة يطلع بيان أن صلاح ماشي ماشي مش قبل ساعات من مباراة فاصلة حاسمة لا تقبل القسمة على تنين يطلع بيان برحيل صلاح واختتم يفرق معايا أقول للعيبة المنتخب نحمسهم وأقول لهم أنتوا رجالة وخليهم يحسوا أن في 110 مليون شخص في البلد مش شايفين غيرهم ولا ننشغل بأي شيء مهيب عبدالهادي عبر فيسبوك ما علمته أن الفحوصات الطبية اللي عملها محمد صلاح بعد المباراة غانا أكدت أن اللاعب عند بمسك من الدرجة الأولى وزاد ليفربول لما شافوا التقارير قالوا طبيا ما يلحقش النهائي أصلا وأتم اتحاد الكرة أخطأ بعدم الإعلان عن كل التفاصيل بشفافية كاملة من البداية إسلام صادق عبر فيسبوك عودت محمد صلاح إلى إنجلترا لاستكمال علاجه في ليفربول وترك معسكر المنتخب بأمم إفريقيا تصرف غير مقبول وضعف شديد من فيتوريا واتحاد الكرة بس كده هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقر تكون خفيفة على قلبكم مدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة ومتشاكل جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام